السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مرحبا بكم معي في مطبخ تيما اليوم ساء الله نقدم لكم بريوش بدون دلك و بدون بيد طريقة ليه سهلة نديره مع بعض محسوب الجبن وعلى شكل كاب كيك باش يجي عملي ان الوليدة تيديه معهم المدرسة او للقوة ديها كولو الفطر دي السباح وصدقوني كي يجي خفيف و اسفنجي و رائع كنت من الفيديونا الاعجاب ديها لكم دائما يلعجبكم مصلوه معي الاكبر عدد من لايكات باش يجعني باش نصمر وتقاسموه مع معارفكم و اصدقائكم خليكم مع المقادر و طريقة تحضر فرجة ممتعة قديم بدو بطريقة تحضر و بنسبة المقادر فقديم خليها لكم مضبوطة في صندق الوسف يعني قديم بدو باسمي الله بملعقة كبيرة دي الخميرات الخبز كندفع لها تلشد المعلق كبار من الحليب المجفف مع ما يعادل نصف كأس العنبه و ندفع لهم ايضا كأس الماء الدافئ نضيف ملعقة كبيرة من السكر الخاشي اللي هي سنيدة و نضيف ثلاثة دي المعلق كبار من الدقيق الابيض انا عبره نصف كيلو هذي كمده كناخد منها 500 جرام كمده كناخد منها لتدلم على الكبار في المرحلة الاولى 3 حتى الربعة نضيفهم و نخلط هذه المكونات جيدا مع بعدياتهم و نخليها تخمر و نصف كبيرة الخمير الأول مني كنشوفها في حاله كخمرات و كتائدتها في الحجم لها بكيبان في هذا الملخ و نضيف تقريبا على حسب الضوء مم يعدل تقريبا 1 ملعقة صغيرة مع كأس إلارة و بعدية لعم بديل زيت نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات نزج المكونات ما بعد الياته و نضيف باقي الكيميات دقيق نضيف الكيميه ونبدأ نجمع الخالط فقط بالملعقة لا نحتاج أن نضيفه نجمعه ونرى كيف يشربه فهذه الكيميه لدينا كأس العنبه المفلولة سوف تكفي هنا بالنسبة لدينا كأس العنبه المفلولة فأنا نضيف تقريبا ما يعادل واحد نصف كأس آخر الماء الدافئ وكما قد نجمع بحالك حتى نجمع الخالط فقط نجمعه ونشكله على شكل كوره ونضعه في إيناق ونغطيه ونجعله يخمر نضعه في إيناق ونضعه في إيناق ونضعه في ماء الدافئ حتى يخمر جيدا ويضعف الحجم ويضعف ثلاثة أضعف هذا الحجم الأول كل ما يخمر مزيان كل ما يأتي من الفتائر سوف يأتي من الفتائر سوف نجعله جانبا ونضعه في إيناق ونضعه في إيناق ونضعه في إيناق فقصة حامل ونشكله على كوريات نقطعه على شكل كوريات وعندما نتأكد أن نفرغت من الهواء كنا نحاول هذه الكورايات اللي قطعتهم يكونوا بشكل اللي هو متساوي بعد ما نقطعوا على شكل قطع كنا نشكلهم على شكل كورايات اللي هي صغيرة و متساوية ما نحاولوا ما نضيفوش دقيق احنا القوام ديال العجين كان عندنا كيف كتوفوا من اللول ما يتصقش هو رخ هو ليني ما يتصقش كنا ناخد الكورا الاولى كنا نبسطها بالشكل هذا بالسعانة بتلك و كنا ناخد شي جرارة اللي تكون مسلنا او القطع ديالبيتزا و كنا نقطع هذا الجانب المقابلية الجانب اللي يبقى عندي ما مقطعش كندهنه بالقليل من الجبن الكريمي كنا نوضع فيه القليل من الجبن الموزاريلا و كنا نوضع القليل من رايحان و خائنا نغندهنهم بالعسر في الاخير و لكن رايحانته هو كيجي كتواته و كيعتوا حد الماداق لهو الديد و كنا نبدأ كنلف بهذا الشكل هذا من بعد ما كنلف حتى كنصد على بعضياتها كنا نحاول نلفها المرة تانية بشكل حالة زوني و كنا نخد قوالب ديال الكابكاك إلا كنت ساعدكم القوالب تكون ديال كارتون كتديروها ببوحة سعب لما تحتاجوا انكم تديرو في مول ديال كابكاك أنا درتف هاد القوالب ديال المادلين و من بعد كنديرو في قوالب ديال السيليكون باش كتخليهم نيام مجموعين ممكن أيضا مباشرة في المول ديال المادلين يعني غيرتدهنوه بالزبدة و وضعو فيه هذا بلما تحتاجوا انكم تديرو القوالب الورقية سافي للمرة الثانية أو ثانية نفس الشيء كان نطلق العجين ديالي بشكل اللي هو بحالة كي يكون تقريبا مربع و كان نقطع بالجرارة الجيهة المقابلة الجيهة اللي لم نقطعش كان دهنها بالجبن او لا ممكن تديرو فقط الموزاريلا رشوها بالفاني او لا رشوها بالليم توفر عندكم سافي و كان لفها بهذا الشكل هذا الحالة زوني كان نضعها في قوالب ورقية و كان نضعها في المول ديال المادلين اللي عندي انا ديال سيليكون دائما ضغطوا عليها واحد شوية من الاسفل باش كتش خرج هذه القاعد دياله باش يدخلكم في القوالب بكل سهولة سافي من بعد ما كمت الكيمية دياله كلها كنحاول ندهنها بواحد البيضة بخلطه مع شوية ديال الحليب جيدا حتى ندهنهم كاملين من بعد ما كندهنهم كرشهم بسمسم و كندخلهم الفرن اللي يكون عندي مسخن اعلى 180 دراجه الفرن كتسخنه في الاول بالنسبة للفتائر ما كنخمرهم لانهم من يدخلوا الفرن سيزيدوا الدعاف في الحجم ديالهم في الوقت خمرناهم بعد ذلك الشكل يزيد يخمر بزاف وقدروا الترتقل لكم في الفران فكنا نرشهم فقط بالسمسم و كندخلهم مباشرة للفرن انتوما اصلا منيك تكونوا كتخدموا هادو كله لكي يبانيك تباليكم انا بانت فيهم الخمير اكثر من الخرانيين صافي من بعد ما كندخلهم بالفرن كنخرجوهم كندانوهم بالعسل او لا ممكن تسقيهم بالعسل يعني اللي بغاهم حلوين بزاف فسقيهم بالعسل و هم سخان انا بالنسبة لي فقط دهنتهم من الوجه لانني ما زالا نقدمهم مع مسائل و غادي نهمسهم في المربى او لا في العسل فدهنت لهم فقط الوجه ديالهم من التقديم كيبقى على حسب الضوك وش انتوما بغايتهم حلوين بزاف او اللي بغايتهم بحالكة يكونوا حلوتهم على قدهم تقولني كيزو هائلين كيزو مفشفشين و كيزو قطنيين والمنظر ديالهم كيزو جميل و كيشجع الوليدات انهم يأكلوهم و ايضا كاقتراح يعني اللي ما بغاش يديرهم بحالك يدهنوا بالعسل ممكن انكم تديرهم بمدق البيتزا يعني تدير فيهم داخل سلسة الطماطم و تديروا فيها الجبن موزاريلا و تديروا معهم الزيت و الأسود وتلفوهم يعني كيزو مالحين مهم انهم كيزو هائلين في الضوء دائما وصلوا معي الفيديو اشتركوا الاكبر عدد من لايكات تقسموا مع معارفكم مع اصدقائكم خليوا لي اقتراحتكم و ايضا تعليقات ديالكم الرائعة و المسجعة و اللي كنسكركم عليها بزاف خصوصا الفيديو اللي فات خليتوا لي فيه تعليقات اللي صراحة تنفني بزاف و اتراس فيها بزاف و كنسكركم عليها و ان شاء الله تكون في ميزان حسناتكم خليتليكم الراحة و الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات خرن والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته